ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على هواق مباشرة ومكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد واستنونا احنا فاضلين احنا عادي معاكم مدة تساعتين على هواق مباشرة زي ما قلت في بداية الحلقة عن احوال المصريين وبالذات في كندا هو ده موضوع فقرتنا لدلوقتي ومعانا واستشريف رفعت عوض وجامعات المصريين بمونتريال سبع الخير يا فاند اهلا اهلا للصحب سيح حضرتك حمد لله اه قبل ما نتكلم عن الجالي المصري في مونتريال يريد اعرف من حضرتك قرار الهجرة ايوه اخدته امتى وعشان ايه انا هجرت سنة اربعة وسبعين اه لكندا قبل ما هاجر اه جربت اكتر محاولة مع اكتر من بلد تانية جربت استراليا وجربت اه برازيل انما كان ده هو اللي نجحت في الهجرة لها زي اغلب الشباب وقتها في متصف السبعينات كان الغرد اساسا اه محاولة النجاح برا حاولت احراز بعض ال اتشيفمنتس او بعض النجاحات من ناحية المادية ومن ناحية المهنية فده كان السبع الاساسي ده كان السبع الاساسي طيب قبل من خلال طبعا معرفت حضرتك بالجالي المصري هناك نعم وتواجدهم هناك كمان يريد تقولينا الهجرة الكندا دلوقتي في الظروف اللي احنا فيها اسهل ولا اصعب له لا شك فيه صعوبات موجودة في كل الوقت مثلا حاجة زي تعلم اللغة دي دي موجودة في جميع الاوقات حاجة زي الجو القارس في بعض المدن الكهدية دي موجودة في جميع الاوقات انما في فترة حالية يتالي اصعب بسبب الوضع الاقتصادي العالمي معنى كده ان عشان واحد مهاجر جديد يدور على شغلانا هناك تناسبه ويلاقيها اصعب من مثلا 25 سنة فاتهم انا على سبيل المثال مثلا اما هاجرت 74 بعد حوالي اسبوع عشرة ايام ادرت لايء وظيفة وكدت معقولة في المجال بتاعي دلوقتي الوضع اصعب حاجة تانية ان المساعدات اللي كانت بتقدم الحكومة الكندية لمهاجرين الجداد زمان غير دلوقتي غير دلوقتي برضو اقل برضو بسبب الوضع الاقتصادي العالم طيب وخليني اسأل على حاجة اسمح لي الواحد لما بيهاجر برا بيبقى ايامينج انه هو فعلا يحس بقيمة نفسه كبني ادم هل المصري او اي جنسية بتسافر لبلد تانية هل بيحس انه هو بيتعامل معاملة مواطن من درجة اولى انا مدرش اكلم على كل بلاد انما اعرف كندا نقول على المستوى الرسمي ايوه بيحس نرجع موضوع الاشخاص وتعاملوا مع الاشخاص هل ده موجود والمش موجود تختلف برضو بلد تانية واعتقد المجتمع الكندي لحد كبير متسامح ويب الاخرين يمكن جزء من السبب ده ما هي دي فكرة فعلا فكرة تقبل الاخر وفكرة ان يكون فيه سيادة القانون وبيتطبق على كل ما تفرقش مصري انجليزي فرنساوي لا دي ناحية دي بالذات في كندا موضوع التعامل مع القانون دي بتطبق على كله وما فيش افضلية لواحد على التاني بناء على الخلفية الدينية او العقائدية او الجنسية لا صحيح عشان بس دايما كتير جدا من المصريين يقولك انا ممكن يمي معاي باسبور امريكيني وانا عايش في بلدي عشان هتعامل معاملة مختلفة توافقني في الرأي ده او لا يعني فيه بيقولك ده هو بس الرأي غلط مفروض الواحد يتعامل في اي مكان معاملة مناسبة اشكرك مش سيكتا طيب ابني كي بقى اللي صورة 25 يناير ايوة والصورة العزيمة اللي ام بها المصريين اللي كتبت في التاريخ خلينا نقول ايه كان دور المصريين اللي مقيمين في كندا بالمشاركة في الصورة المصرية اه هو كان دور كبير كان يوميا اما كان فيه مظاهرات هنا في مدان التحرير او في الموضن زي اسكندريا وشويس وغيرها كان فيه مظاهرة يومية في مونتريال اصاد القنصولية المصرية كانت بتتم يوميا ورغم ان وقتها كان يناير وفبراير ومعروف الجو هناك بارد انما رغم كده هو كان فيه تواجد كان فيه تواجد مكثف ايوة وكان بعض الاخوة العرب انضمونا هناك والعكس يعني انا مثلا فاكر اما كان فيه مظاهرات قدام الانصولية التونسية في مونتريال قبل الصورة المصرية كان بعض المصريين اشتركوا فيها كمان فموضوع التعاون او التكافل العربي كان موجود حتى هناك بمناسبة الربيع العربي يمكن ناس كتيرة جدا بتحسنا لما الواحد يسافر ويهاجر ان هو هينسى مصر تماما بس متهالي لعكس ان الواحد يبقى حاسس ان انت ما اقول مصر اكبر بكتير وهو برا انا معاك مية في المية في الرأي ده فعلا يعني خايفين على البلد والتحولات اصلا تيجي من المصريين الخارج تعادل زي ما بالضبط مكتوب لي تعادل الدخل القومي لقناة السويس بالضبط اه فيه نقطة بالنسبة للتحولات دي انا اعوز اكلم عنها فيه عامل مهم هنا ممكن استفيد منه في مصر اللي هو فرق الارباح ما بين القروض اللي بتتاخد في الخارج واللي بتتعطى في مصر هنا هو بمعنى لو اي واحد عايش في الخارج ممكن ياخد بفرض ما عندهوش مدخرات ممكن ياخد قارد بس لقي نسبة الارباح بيكفحها البنك عقارد ده ما تتكاوزي 3% احيانا ممكن يقال من 3% معين نفس القارد ده لو جابه هنا هو وحطه بالعملة مصرية فاي بانك مصري قومي ممكن ياخد منه ارباح تعادل 11% اكتر 11% احيانا احترد فرق العملة ده فرق الارباح ده تعود لصالحه هو في حاجة بتاعة 8% او 7% فرق الارباح بنامى الفلوش ده ممكن بها تستفيد منها احترد نقطة ارجو يعني المصريين الموجودين في الخارج يفكروا فيها وينفجوها ان شاء الله طيب خلينا نقول الدور اللي قمت بيه في الانتخابات البرلمانية بزادة مجلس الشعب وحارك شايف ان كان فيه اقبال على انتخابات مجلس الشعب وهل فيه غياب للناخبين عن انتخابات مجلس الشورى انا في مجلس الشورى احترد من الاتجاه العام موجود يتالف الاخبال عليه اقل انا جزء منه كنت موجود هناو في مصر فما حضرتوش هناك انما في انتخابات مجلس الشعب كان فيه اقبال ارجو نكون المرة الجاية اكبر او في انتخابات الرئاسة يكون الاخبال اكبر هو برضو عشان نتكلم عن دور جمعية في الانتخابات هو قبل كده هو خطوة قبل كده هو كان الجمعية لها دور كبير في موضوع مساعدة الأنصلية المصرية في إصدار الرقم القاومي بالصراحة يعني الحاجة لما يكون الحكومة بتاعمل حاجة غلط مفروض نتغيطها لما بتاعمل حاجة صحة مفروض نشيد بيها في المحاجات الصحة الحكومة عملتها وزارة الداخلية عملتها أنها كتبعت بعثة من وزارة الداخلية في موتريال مع الأنصلية المصرية في موتريال عشان يطلعهم رقم قاومي للمصريين اللي معنطهم مش رقم قاومي وإذا كانت استعداد للانتخابات الانتخابات بتحتاج فيها رقم قاومي ففي الجمعية كان فيه مبطوعين كتير وقفوا مع الموظفين وزارة الداخلية اللي اتبعتهم ومع موظفين الأنصلية قوم جودين معهم بيساعدهم الجمهور المصري في أنهم يطلع الرقم قاومي مثلا موضوع فيه يحتاج لترجمة أوراق بيترجموها كل المساعدات وكان لهم دور كبير وبزارة الداخلية أعتقد عن مصالف فردي عشان الناس كانوا موجودين هناك أشهدوا بالدور ده نيجي بقى في موضوع الانتخابات طبعا قانون الانتخابات مفروض أن الواحد يحط الصوت بتاعه في الظرف مغلق ويبعطه بالبريد المسجل أو يسلمه بنفسه للسفارة في قطوة وإحنا موجودين في موتريال الموضوع كان صعب شوية بالذات أن جاءت الفاضل تات يام كانوا يوم جمعة ثبت حد والثبت والحد عندنا البصة مشغالة فإحنا كجامعية الأول حاولنا مع الأنصلية إنها تجمع الأظرف بنفسهم ويحكي هما بنفسهم عن طريق خيبة دولمسية وعن طريق أي موظف من الأنصلية يسافر بيها للعاصمة أطوة اللي فيها السفارة اللي بتابع وجود إيه عن موتريال حوالي ساعتين سواء حوالي مثلاً 200-120 كيلومتر فاعترم الطلب ده وتقال لا لا ما يفعش لأن القانون بيقول لازم المنتخب يبعث الزرف بتاع التصويت بنفسه للسفارة مباشرة فإحنا كجامعية حددنا مكان معين وقلنا للعايز يدي شوته يحط الشوت بتاعه في الزرف وقلنا بالضبط إيه القطوات المطلوبة وجمعنا كل الزروف دي وواحد من أعضاء الجامعية تطوع بإنه يسافر أطوة ويسلمها فكانت أسهل لجميع المشاريع الموجودين هناك وتكرر الموضوع ده في الدورة الثانية والثالثة خلنا بقى نيجي فعلا دور الجامعية وجماعية المصريين في مونتريال عايز أعرف زي حاركوا قدرتوا تتجمعوا وإيه ظروف تأسيس الجامعية هو زي ما كنت قلت حررتك موضوع أثناء المظاهرات كنت جمع يوميا أنا مخش واحد منهم أنا كنت وقتها موجود في مصر يعني شاركت في السرواة موجود في مصر إنما كانوا موجودين هناك يوميا بعد 11 فبراير قالوا مش معقول خلاص نسيبي الموضوع بقى إنما طالما جمعنا نكمل التجمع بتاعنا وحطوه بصورة رسمية عن طريق أنهم كونوا الجامعية ديت فالجامعية تأسست أساسا من الأفراد اللي كانوا بيشاركوا يوميا في التظاهرات وقدام الأنصلية المصرية في المونتريال الجامعات كونت الغرض منها مساعدة المصريين عموما القيام بأنشطها سواء اجتماعية أو ثقافية أو سياسية وفي نقطة مهمة هنا الجامعية منهاش توجيه ديني معين لأن في المونتريال ويوجد في أغلب المدن البرة ده نتلاقي جامعيات مشلمة جامعيات مسيحية إنما إحنا الميزة الكبيرة موجودة عندنا إن إحنا جامعية علمانية أو سبكلمة علمانية إنه هو مهاجة أو جيه ديني معين إنما العضاء بتوحها والمشرفين عليها مسيحيين ومسلمين موجودين فعندما يديم مصر إحنا كنات طول عمرنا عايشين مع بعض وكان عندنا جليات كتيرة جدا وكان عندنا جنسيات كمان مختلفة من زمان جدا طيب خلينا نعرف هل كمان هدركوا عملتوا النشاطات تعرف الكنديين بالثورة المصريية في مصر إحنا عملنا نشطة متعددة أي واحدة منها إن كان الدكتور علي الأسواني موجود في موتريال فدعيناه وعملنا زي ندوة كبيرة حضرها فوق الربعمائة نفر وكان بيتكلم كم كان فيما يستنى الفاتد كان بيتكلم بالضبط عن الموضوع ده موضوع الثورة وإيه تدعيات بتاعتها وإيه المستقبل حيحصل بعد كده وكان بداية كده إن فيه عدم راحة شوية يصهر بين الكلمة عن الموضوع ده عدم راحة من ناحية إيه يعني المصريين في الخارج حسين بإيه هل حسين فعلا ثورة في بدايتها ثورة عظيمة وبعد كده فيه تقلبات شوية وفيه إحباطات شوية إيه المخاوف المخاوف المصريين في الخارج هي مخاوف المصريين في مصر يعني إحنا بره إنعكاس اللي بيحصل في مصر وحدبصت لقى برضه طيارات مختلفة موجودة في الخارج زي طيارات المختلفة الموجودة في مصر فالتقوفات هي نفس التقوفات إيه اللي حصل بعد كده هل المجلس عز كري بيصرف صح والغلط وكان رأينا أغلبنا لا بيصرف غلط وقص على هذا إنه ما فيش ما فيش حاجة اختلاف عن الواقع إحنا عينة من اللي بيحصل في مصر أكيد ده بخليني نسأل حدريك زي في كندا شايفين الثورة المصرية طبعا في البداية كان فيه إعجاب تتكلم عن كنديين أصلا عن كنديين كان فيه إعجاب شديد باللي حصل زي العالم كله كان فيه إعجاب بالصورة للوقت فيه زي ما تقول العالمة تتفهم كبيرة إيه اللي بيحصل في مصر وفيه تقوفات وطبعا أما يشوفه اللي بيحصل في التلفزيون والمظاهرات والعنف اللي بتقابل بي المظاهرات أكيد شعورهم مدايقين وفيه عالمة تتفهم كبيرة عاوزين يعرفوا إيه اللي بيحصل وأكيد بتمنيوا لنا نحن ننجح أكيد انتخابات الرئاسة خلاص على الأبواب أو زي ما بيقولوا حرب الرئاسة ابتدت كان فيه أكتر من مرشح حدريك غزوة جديدة فيه غزوة جديدة حدريك شايف إيه المواصفات اللي لازم تكون في رئيس مصر القادم الأول أحب الأول أقول إن أنا شعرت بشيء من الحزن من القنوة أما دكتور برارعي انسحة من انساحة وأعتقد أن فيه ناس شعور مصرين كتير فيه ناس خير تالي شعور الشعور ده يعني فيه أسباب وكل واحد ممكن يجيب هو ممكن يجيب أسباب نعم أنا شعرت بالشعور ده وكان شعور قوي يعني من مصرات الرئيس لازم يكون طبعا موضوع النازاهة موضوع كل العاك وكررابشن والفساد اللي كان موجود ده لازم ينتهي ودي سهلة ما أعتقدش إن هي دي موضوع كبير إنما المهم بقى يكون عنده رؤية معينة وفيه مشروع قومي معين مشتغل على مشروع قومي ده يعني أنا أمسا أقولك إن في في الخمسنات وستنات كان فيه مشروع قومي تنافي الصح والغلط دي شؤال تاني يعني مع الأهل كان فيه المشروع قومي كان موجود كان فيه هدف واحد يعني ملفوفة حول يعني ملتفة حولين الهدف ده بزبط نرجو فيه هدف والمراد يتنفي الصح نتمنى يمكن حالك مش بس من المصريين اللي موجودين في كنا بقالهم كتير جدا حالك كمان عندك كتاب عن الهجرة اسمه مهجر لا هو بزبط مش كتاب عن الهجرة الكتاب أخر وكتاب اسمه المهجر ودي مجموعة قصص قصيرة إنما مش كتاب يتناول إزاي الواحد يهجر بس مجموعة القصص دي مستوحية من تجربة حدودك الشخصية هي من تجربة شخصية في حياتي عموما مش بس في تجربة الهجرة الشخصية يعني أي إنسان فيه تجربة عادية في حياته أنا مثلاً لدي تجربة كمهندس اشتغلت دي بتمثل جزء من حياتي اشتغلت كمهندس في مصر حوالي أربع خمس سنين وبعني الباقي في الخارج جزء الهندسة في التجربة بتاعتي منعكس على بعض القصصين هنا هو جزء الهجرة منعكس هنا هو جزء المخفة الإنسانية اللي بشوفها وعجبتني أو ما عجبتني شي برضو موجود هنا في الكتاب من كتاب حضركة أني قصة؟ في قصة اسمها أنا وسلامة والبلد ودي قصة دي بتمثل واحد كان غايب برا مدة كبيرة مهاجر وبحكا رجع وبتدى يقابل أصدقاء القدامة ويدخل فيها بقى موضوع طبعاً مفروض القصة بتحصل قبل الثورة يدخل فيها موضوع المظاهرات وان الشخص ده انسحب بطريقة ما وبقى اتقابد عليه في مظاهر المظاهرات وقع يومين ثلاثة في الحجز والتجربة دي زي تأثرت على حياته وفكر بعد كده أنه يرجع خلاص بقى يرجع كندا بعدما كان يشاور نفسه يقعد ولا يرجع قرر يرجع كندا وفي طريق المطار شاف مظاهرة تانية فوقف التاكسي ونازل يشترك فيها فدي يعني زي ما تقولي اللي واحد كان بيفكر وبتعشن في الثورة وفي المظاهرات قادة الاستورة قبل ما تحصل وفي نفس الوقت زي حاله زي حال كل المصرين يتفاعل شوية وبعد كده يقعه بتقولي مش هكمل وبعد كده يرجع ضميره يقولي لا لازم تكمل لازم نكمل كلنا لازم نكمل بشكر حضرتك على وجودك معنا ونورتنا وان شاء الله اكيد يكون لنا اللقاءات تانية بازن الله ان شاء الله لان المصرين في الخارج مش عايز اقولهم مصرين في خارج لانهم مصرين احنا كلنا مصرين طب وحقوقهم زي حقوقنا بالزبط طب وبالعكس ومعهم اكتر علينا كمان طب بذات لو كانوا مشوا من البلد وهم كان نفسهم انهم حاجة في بلدهم وما دارتش يا انا الكلام بتاع الساعة ان يا عام انت ايه الشغلة بالموضوع ده انت خلاص روحة بلد تانية انطف واحسن ومتقدم اكتر الكلام تكلام غلط ولحد شعر بيه ده غلطان احنا مفروض رغم ان احنا بعاد جسمانيا انما قلوبنا مع مصر طول الوقت وفي نفس الوقت فيه متهيائي لو الواحد بيسافر كمان عشان غرض معين بمعنى ان يحقق كفاءة معينة يحقق حاجة معينة في مهنة معينة وبهتكير جع تاني لبلده وده اللي بلاقيه في معظم المصريين اللي كانوا مقامين في الخارج مش مجار يا زي دكتور زويل وزي وزي امثلة كتيرة جدا من المصريين بيحققوا نجحت بره ونفسهم يجوا ويحققوا ما بينسوش بلدهم يعني طبعا طبعا وما بينسوش حق مصر عليهم مصر ما تنسيش ابدا بناخر ايه بسي شريف رفعت عضو جماعات المصريين من موتوريال نورتنا يا فاندوم وانا سعيدة جدا ان كنتم حضرات نهاردة وننتقل في فاصل ونكامل معاك وبقى فاكرات نهارة سعيد